سيادة الرئيس المشير النبي عفتاح السيسي صرف لحد دلوقتي حوالي 500 مليار جنيه من فلوس البلد الفقيرة قوي على بناء العاصمة الإدارية الجديدة اللي مرميها في قلب الصحراء دي عشان يملها مباني وجناين وقصور وكنيس وجوامع على كل لون الفنكوش العظيم ده اتبانى بأدين عمال مصريين غلابة بيباتوا في الصحراء وبيقبضوا ملالين ما تأكلهمش عايش حال وده طبعا لأن جناب المشير بيستخسر الفلوس في البناء أدمين اللي ملهمش لازمة لكن ما بيستخسراش أبدا في الخوازيق الأيقونية والمونوريلات عشان دي حاجات مهمة بتنفع البلد إيه حكاية عمال العاصمة الإدارية وإزاي الدولة بتنص دمهم بقالها سنين هيا بنا نشوف من حوالي عشر سنين كده تقريبا جناب المشير السيسي كان لسه يدوب مخلص نص فلوس البلد على فنكوش قناة السويس هدية مصر العالم وابتدى بقى يفكر بكل حماس في فنكوش جديد يخلص عليه النص اللي فاضل يا ترى إيه اللي في دماغك المراد يا رياس إيه رأيك نعمل في حمويتها كده قناة السويس تالتة وتبقى التالتة تابتة بقى بس السيادة الرئيس قالك لا ما ينفعش أولا لأني مش عاوز أكرر نفسي عشان الناس ما تزهقش لازم كل مرة أفاجئهم بفنكوش مبتكر وغير متوقع بحيش يجيلهم سكتة قلبية من كتر السعادة ونخلص بقى منهم ثانيا فنكوش قناة السويس ده كان هدفه الأساسي نرفع الروح المعنوية للمصريين يعني لو عملت قناة تالتة فكده الروح المعنوية هترتفع زيادة عن اللزوم وساعتها ممكن ما نعرفش ننزلها تاني تبقى مصيبة بقى عشان كده أنا قررت المرة دي أطلع على الصحراء وعمل عاصمة جديدة ما جابتهاش ولا ده لأنه بصراحة العاصمة القديمة دي ما بقيتش تليق بيا خلص زحمة كده وخنة ومليانة مواطنين كحيانين من اللي نزلتهم تحت خط الفقر دول حاجة تقرف يعني العاصمة الجديدة دي بقى ان شاء الله هتبقى عبارة عن فنكوش عملاق كده محطوب جواه مجموعة فنكيش صغيرة مرصوصين جميع بعض وزارات وجنين وبرلمان ودار أوبرا ومدينة رياضية وخوزيق أيقونية ومونوريلات وليلة كبيرة قوي المشروع الجميل ده هيكلف شاكب راكب كده حوالي 58 مليار دولار بس يابا لاش والله بسوعة يقلقه مصري العاصمة الجديدة دي مش هتصرف عليها مليم من موازدة الدولة قال لا امال هتجيب فلوسها منينا رياس هتبيع سيغل طنط انتصار ولا هترهن قصر من قصورك ولا هتصرف عليها من ويرس امك السيسي قال لا محدش لو دعا الفلوس هتنزل عليها من فضل الله ما تتدخلوش انتو بقى في المعجزات البلحية دي عشان ما تتسختوش الغريبة بقى من سيادة الرئيس طول السنين اللي فاتت كان بيصرف على العاصمة الادارية من فلوس البلد عادي جدا الموضوع ما كانش فيه اي معجزات ولا حاجة ان شاء الله مش بس جدا ده راح استلف بتاع 20 قرد من صندوق النقد الدولي وضيعهم هم كمان على العاصمة الادارية اللي لحد النهاردة لسه ما خلصتش ومحدش عارف هتشوف النور امتى رغم ان البنق فيها يعني ابتدى من عشر سنين بحلو يعني احنا لو كنا بنبني قارة جديدة مش عاصمة الادارية لكن زمانها خلصت من زمان مين بقى يا ترى اللي كان بيبني الفانكوش العظيم ده طول العشر سنين للفاتوة سيادة الرئيس وولاده شالوا القصع على كتفهم وبانوا العاصمة بيديهم ولا سيادة اللي وقات خير اجناد الهيئة الهندسية هم اللي قاموا بالليلة مالك لا دول شغلتهم ان هم ياخدوا اللقطة وينهبوا فلوس البلد ويضيعوها بس انما البونة بقى ده مسؤولية العمال الغلبة بس طبعا العمال دول يعني لازم يكونوا عارفين من اولها كده ان هم بيقوموا بعمل وطني عظيم فما ينفعش يبصوا للمديات والاجرة والحوق الكلام الفارغ ده هم يشتغل 24 ساعة ويرضوا بالفتافيت اللي الدولة هترمهالهم كل شهر من سكات ويحمدوا ربنا ويبسوا اديهم ويشوا وضهر اساسا المفروض هم اللي يدفع فلوس كفاية يعني الفخر اللي هيحسوا بيه وهم بيبنوا قواعد الخزوق الايقوني جي حاجة لا تقدر بتمن بس ساعة الرئيس لانه طيب وحنين وقلب وقلب خصايا مرضيش ياخد من العمال فلوس او حتى يشغلهم ببلاش هو كتر خيره هيكرمش لهم في ايديهم كم مليم كده ما يجوش حق المواصلات وبرك الله في مرزع ظروف الشغل في فنكوش العاصمة الادارية الجديدة صعبة جدا بالنسبة لأي عام البن لان المكان بعيد ومحدوف في الصحراء والشغل طول اليوم والأجرة قليلة جدا عشان كده اغلب العمال كانوا بيرفضوا الشغل في العاصمة الادارية بمنتهى قلة الوطنية لانه تقريبا ما يفرش حاجة عن الصخرة بس الحمد لله ساعة رئيس السيسي عبد مغ ألمزات قدر يجبر العمال الاندال دول ان هم يروحوا يشتغلوا في العاصمة الادارية ويرجلهم فوق رابطه لما جاي من حوالي خمس سنين وخد قرار عجيب بوقف ترخيص البونة في طول وعرض مصر من غير اي مناسبة كده احنا فيه اماكن في القاهرة لن يصدر لها ترخيص تاني خلاص مش كده بس وحتى اللي حيبقى يصدر لها ترخيص ممكن لو كانت الاشتراطات بتاعت المباني كانت قبل كده بتقول سبعة دوار هيبقوا دورين بس طب هو عافية يعني يعني هو من عندنا يعني هو يعني جبري يعني لا الموضوع مش كده الموضوع ان احنا لازم نحل المسألة لازم نحل المسألة والمسألة دي حالها ايه ان احنا اللي احنا وصلنا له ده اقرار الجميل ده يعني ما شاء الله قطاعش كل العمال المصريين اللي شغالين في مجال المؤولات مفيش واحد فيهم بقى لاقي حتة يشتغل فيها بعدما السيسي مشكورا نشفها عليهم وسد ابواب الرزق في الشر من ساعتها ما بقاش فيه اللي مكان واحد بس في البلد كلها هو اللي بيتبنى وبيتمالى فنكيش وخرسان المكان ده طبعا هو العاصمة الادارية الجديدة فما بقاش فيه قصاد عمال البونة اللي بقوا عواطلي على ايد السيسي ويطلعوا لهناك عشان يشتغلوا بملاليم بدل قعدتهم في البيت العامل الكحيان من دول بيجي من المحافظة بتاعته بشنطة هدومه وبيروح على العاصمة الادارية عشان يفضل يدح طول اليوم ويطلع وينزل على سقلات صبح وليل لحد ما يبالنوا صحابه وفي الاخر ياخد يومية 200 جنيه بس اول عن اخر والمفروض انه يصرف جزء منهم على نفسه ويبعت جزء تاني اللي مراته وعيانه والبقى يشتري بيهم أسهم في البورصة بقى او يحجز مصيف في الموضيف مش بس كنه العامل اخر اليوم بيروح يدور على اي حتة فاضي ينام فيه لان الدولة الشريفة والسادة المقاولين اللي شغالين تابعها ما بيوفروش مساكن للعمال هم بيسيبهم بيهيموا على وجههم كده في قلب الصحراء اللي ينام على لوح خشب واللي يفرد ظهره على اشكرة اسمنت واللي يسرح في الجبل لحد ما يلاقي كهف فاضي بات جوا كل واحد يتصرف ما عرفته بقى احنا ما خلفناهوش من سناه وللأسف اغلب العمال بيضطروا يرضوا بالوضع الغير آدمي ده لانا ما فيش بديل وطبعا ايه الدولة والمقاولين عارفين كويس قوي ان العمال مجبرين يشتغلوا وما عندهمش حل تاني فبيستغلوا الموقف وبيكلوا حقوقهم وبيدوسوا عليهم بزيادة عدد كبير من عمال العاصمة القدرية بقى لهم سنين بيشتكوا من مليون حاجة زي ضاعف الأجرة وعدم وجود سكن يرحمهم من الشمس والبرد وسوق معاملة زباط الهيئة الهندسية اللي بيشرفوا على المشروع الزباط دول بيتعاملوا مع العمال على انهم عبيد لازم يسمعوا الأوامر وينفزوها هم حاطينه الشوم في الأرض واي عامل ينطق بيتشتم ويتهان وبيتطرد من الشغل من غير حتى ما ياخد أجرته وطبعا مفيش قانون في البلد بيجيب له حق لعنى سنة الرئيس نسي يجيب قانون معاه وهو بيعمل الجمهورية الجديدة الاهم من كل ده بقى ان العمال حاسين طول الوقت ان هم بيشتغلوا في حاجة ما تخصهمش بيبنوا مشروع ضخم مشروف عليه مليارات من فلوس البلد لكن لا يستفيدوا منه ولا هيقدروا يعدوا من جنبه حتى بعد ما يكمل المشروع هيخلص من هنا وكل عامل هيرجع بقى قريته الكحيانة اللي مفهاش مية ولا كهربة ولا صرف صحي ولا مدرسة عدلة ولا مستوصف عليه الايمة اما بقى الابراج الايقونية والقصور والمباني والجنين اللي بقى له سنين بيبني فيهم بيديه وسنانه فدول اتعاملوا مخصوص عشان سيادة الرئيس وصحبته يفتدحوهم ويعيشوا فيهم بعيد عن الفقرة وزحمتهم وقرفهم من الاخر كده العمال اللي بنوا العاصمة الادرية بقوا حاسين ان هم عايشين في بلدين ملهمش على قد بعض بلد مليانة ابراج وانوار وقصور بتستخسر فيهم الاجرة والنومة وبتشغلهم بالسخرى وبتمص دمهم وبلد تانية فقيرة وكحيانة ما فيهاش خدمات ولا حقوق ولا عيشة قدمية بيقضوا فيها حياتهم هم وعيالهم الدولة النزيهة قوي اللي صرفت من لحم البلد الحي 58 مليار دولار على بونى العاصمة الادرية وتشطبها سوبر لوكس عشان سيادة الرئيس ينبسط ويخمس فيها بالموكب بتاعه وهو رايح يحلف اليمين الكدب ويبتدي فترته التالتة الليلة ليلة انا ويسرور وقصياتي دولي من جول ولا جربة دول ورد صعب واحد صعب واحد صعب واحد صعب واحد او الدولة دي هي نفسها الدولة الفقيرة قوي اللي بتستخسر تبدي الأجرة للعمال اللي بانوا العاصمة الادرية وبتبيتهم في الصحر عشان البرد يا كلهم وهي نفسها الدولة أم ميزانية مرهقة اللي لغت الدعم وغلت الرغيف وقضعت الكهرباء وزودت فواترها وهي اللي ما بيهونش عليها توصل مصورة مياه نظيفة عشان أهلنا في القرياف يشربوا منها المصريين الغلابة هم اللي بيبنوا لسيادة الرئيس الجمهورية الجديدة بتاعته بأيديهم وفلوسهم بس في الآخر مش هيتطولوا منها أي حاجة والحد ما نشوف سمو الزعيم النبي هيعمل إيه تاني في المصريين الفترة الجاية فمعنا اليوم حدود العمدة أرنوب الجرواني لم كل الزمان في عب وابا الحج وسرق أراضينا نغفر ورد تاني الفلاح اللي كان ما يرضاش يهم الأرضه جانب العمدة ما كانش بيحل وابا الحج يأما بيجيبوا من أفاة ويعلقوا على باب الزريبة ويفضل يعجن فيه لحد ما يعرف أن الله حق ويسيب أرضه عافية يأما كان يسلط عليه غفره يحرق له المحصول موسم ورد تاني لحد ما يفلس وحالته تبقى عدم ويسلم أرضه للعمدة ورجله فوق أفاة إيه لأكاد أبا الحج العمدة بعد ما ياخد أراضينا ويسيبنا على الحديدة ويهما ولاية كما خلقتيني ما يهونش عليه حتى ياخدنا نشتغل في الأرض بالأجرة ده يبعا تيجيب أنفار من برى الزمام لجل ما يشتغلوا عنده الناس بقيت تقول العمدة مش مكافهه إنه سرقنا ده كمان بده يكسرنا ويزلنا ويسيبنا على وطلية لجل ما يكمل علينا غيرش بعد شهرين ثلاثة تحصل حاجة عجيبة أبا الحج إيه لعصافير تهجم على البلد هجم عمرنا ما شفناها قبل سابق من غير مؤخذة السماء من فوقنا بقت مبدورة عصافير على مدد الشوف ما نعرفش جم من إيه والعصافير بقوا ينزلوا في عز الليالي على أراضي العمدة اللي هي في الأصل أراضينا وهاتك يا أكل في المحاصيل والعمدة ما بقاش عارف تصرف إزاي في المصيبة اللي ما كانتش على البل ولا على الخاطر دي الغفر بقوا يقفوا بالبنادق ويصطادوا في العصافير قد ما يصطادوا وبردك مفيش فايدة هيصطادوا إيه ولا إيه أبا الحج ده العدد في اللامور الله وكيل أبا الحج أهل البلد لما يشوفوا اللي بيحصل ليفرحوا في العمدة وقلوبهم ترتاح بقى يقولوا إن العصافير خادت طرنا من العمدة الظالم وخلصت على محصوله غيرش لما الكلام ده يوصل للعمدة الدم يغلف نفوخه ويحلف مئة يمين اللي يدفعنا تمن شماتتنا فيه غالي عنها بالحج وفي يوم أخبر الغفر ينزلوا البلد ويلموا الناس كلاتهم بربطة المعلم وياخدوهم حدد ترعي الإبلي وبعدها يرصون قبله ويقولوا بعيل والصوت العمدة ملاقاش اللي حلوا واحد عشان يخلص البلد من مصيبة العصافير اللي حلت عليها غيرش الوقت سماحها المفاش ينسحب من لسانه ويقول وهي ده مصيبة على البلد ولا مصيبة على العمدة أم شاغ الغفر يقرد سماحها على أفا ويقول له وهي البلد ايه وجناب العمدة ايه يا ابن المرات تايك ما هم واحد اللي يمس العمدة يمس البلد كلاته واللي يقول غير كده يبقى خاين وابن حرام ومعندوش ريحة الوطني طب ايه هو الحل اللي هيخلص البلد من العصافير يا شاغ الغفر قال لك الحل الوحيد انكو ديبقوا خيالات مقاتة في أراضي العمدة كل نفر فيكو هيتزارع في غيط وهيفضل واقف فيه طول الليل زي الألف ام العصافير هتخاف تقرب من المحصول الله وكيلا بل حج أهل البلد كلاتهم يبصوا البعض بقى على آخر الزمن هنشتغل في أراضينا اللي سرقها العمدة خيالات مقاتة ومنقول لشيخ الغفر طب ما العمدة يعمل خيالات مقاتة عمولة عند اي نجار بعودين خشب غيرش شيخ الغفر يتحق ويقول الخشب غالي وانتوا بقيتوا أرخص منه أهل البلد عنها بل حج الغفر يشيلونا هيلة بيلا ويحطونا في قلب الغيطان والعصافير بقت رايحة جاية توقف على كتافنا وتنقر في دماغتنا وما فيش نفر يستجري هشهم أو يحرك راسه ويريتها جيت على قد كده بل حج دلوات شملول المدهن الجوع ياكل وهو واقف متمصمر في قلب الغيط هم يمدي ايده ياخد حباية طماطم المحصول يسدي بها جوع ولسه هيحط الحباية في حنكو يلاقي الغفر نزلين عليه بكفوفهم لحد ما يطوب بساك الاكادة بل حج العمده بقى يعد علينا ركب على حصانه ويشوف النفر مننا هو واقف في غيطه اللي تسرق منه والمحصول حواليه ومش قادر يقرب نحيته لاجل ما يسدي جوعه والعصافير نازل نقر في دماغه ومش قادر يهشه العمده شوفنا على الحال ده وهاتا كدحك بل حج ونشوفكم على خير ان شاء الله